الزرة بطبيعتها متعدلة الشحنة لأن عدد البروتونات الموجبة تساوي عدد الإلكترونات السالبة وتتكون الآيونات نتيجة اكتساب الزرة إلكتروناً أو نتيجة خسارة الزرة لإلكترون وتسمى في هذه الحالة آيون إذا فقدت الزرة إلكتروناً أو أكثر تصبح آيون موجب يسمى كاتيون وذلك نتيجة لأن عدد البروتونات الموجبة أصبح أكبر من عدد الإلكترونات السالبة إذا اكتسبت الزرة إلكتروناً أو أكثر تصبح آيوناً سالباً يسمى آنيون وذلك نتيجة لأن عدد الإلكترونات السالبة أصبح أكبر من عدد البروتونات الموجبة ذرة الصوديوم تفقد إلكترون المدار الأخير وتتحول إلى آيون الصوديوم الموجب وتكون شحنته موجب واحد بينما تكتسب ذرة الأكسوجين إلكترونين إلى مداري الأخير وتصبح آيون أكسيد وشحنته سالب اثنين